ارغم انها تراها دابت ميليشيا الحشد على انكار الكف التي صفعتها اكثر من مرة غارات عدة على مواقع ميليشيا الحشد في بغداد وديالة وصلاح الدين والانبار ومصدرها طائرات الكيان الصهيوني كما اعلن نتنياهو بكل صراحة ومع كل قصف جديد تتهرب ميليشيا الحشد ومعها مسؤولو الحكومة من الحقيقة ويسندون الحدث الى فاعل مجهول او فاعل مغمور كل ذلك كي يتهربوا من حرج الرد على مصدر النيران باعتبارهم من حلف المقاومة كما يزعمون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اخيرا ولأول مرة يقر بمسؤولية الكيان الصهيوني عن استهداف مواقع ميليشيا الحشد لعدة مرات خلال الاشهر الماضية اعتراف عبد المهدي جاء بعد اسابيع من سياسة الانكار والتهرب والخوف من قول الحقيقة فمرة كان يتهم حركة مجاهدي خلق بالمسؤولية عن قصف ميليشيا الحشد ومرة يسند الانفجارات في مخازن الحشد الى حدث طبيعي عبد المهدي ليس الوحيد الذي دأب على سياسة الانكار كل قادة الميليشيات والساسة المرتبطين بهم ابتعدوا عن اتهام الكيان الصهيوني متذرعين بحجاج اخرى رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياد تبرأ سابقا من بيان صدر عن نائبه ابو مهدي المهندس حمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية استهداف مواقع الحشد التهرب السابق من اتهام الكيان الصهيوني مبني على عجز على الرد عليه وبهذه الحقيقة يصرح النائب عن كتلة ميليشيا بدر نيابية كريم عليوي بقوله ان الحشد لا يمكنه الرد على الكيان الصهيوني متذرعا ببعده جغرافيا عن العراق لكن السؤال المطروح ماذا بعد اعتراف عبد المهدي بقصف الصهاينة لميليشيا الحشد الوقائع تؤكد ان لا شيء سيتغير ولن تطلق رصاصة واحدة باتجاه الكيان الصهيوني وذلك ما يثبته احتفاظ ما يسمى محور الممانع بحق الرد على مئات الغارات والضربات الصهيونية التي تستهدف اذرع هذا المحور اشتركوا في القناة